الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وندعوه رافعين أكفى الضراعة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله شفيع المذنبين الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد أيها الإخوة إن أمتنا الإسلامية المرحومة هذه الأمة المباركة في هذه الأيام تمر بموسم من مواسم الخير موسم من مواسم البر بموسم من مواسم البركة تمر بهذا الموسم العظيم الذي تتم فيه رحلة النور الرحلة المباركة إلى بيت الله الحرام هذه الأيام كلها غنم وخير وبركة وغفران للحاج ولغير الحاج فالمسلم في هذه الأيام يجد توبته ويجدد إيمانه بالله بترداد كلمة الشهادة الكلمة الطيبة الكلمة التي أصلها ثابت في القلوب وفرعها في السماء في دائرة القبول عند الله الكلمة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا إله إلا الله لا تترك زنبا ولا يسبقها عمل المؤمنون في العشر من شهر ذي الحجة يزداد توجههم إلى الله وتزداد رغبتهم في القبول في التوجه إليه وتزداد رغبتهم فيما عند الله تبارك وتعالى فيتقربون في هذه الأيام بأعمال البر وما تقرب أحد إلى الله تبارك وتعالى بعمل في وقت أفضل من هذه الأيام العشر كما قال الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه الحج والعمرة فريضتان افترضهم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة كلا بحسبه فالحج فرض والسنة والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويطالب من نوى الحج أو العمرة أن يتم حجه وأن يتم عمرته بالتزام جميع ما اشترط فيهما ويقول الله تبارك وتعالى من أجل ذلك وأتم الحج والعمرة لله فمن بدأ بالحج امتنع في حقه أن يفسخه إلى العمرة ذلك لأن كثيرا من حجاجنا حين يصلون إلى الأراضي المقدسة وقد وقد سمعوا من علمائهم أن أفضل أوجه الحج الإفراد ويحرمون من الميقات بالإفراد ثم يلتقون بأهل المذاهب الأخرى كالحنابلة فيرغبونهم في العمرة أو في التمتع فيفسخون الإفراد في التمتع وهذا أمر لا يجوز أما من نوى العمرة ثم بدى له أن يقرن بها الحج قبل طواف عمرته جاز له ذلك من هنا يجب على من بدأ بالحج أن يتمه وكذلك من بدأ بالعمرة أن يتمها وأتموا الحج والعمرة لله والمواقيت يدور حولها الكثير من النقاش في هذه الأيام وكل ذلك بسبب الاجتهادات الفردية والاجتهادات الخاصة ببلدان والذين قوله للحاج إذا اتفق علماء بلده بناء على المأثور من أقوال السلف الصالح على رأي ما يجب عليه أن يثبت عليه فمثلا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة زي الحليفة وهي المعروفة اليوم بأبيار علي ووقت لأهل مصر والشام والمغرب الجحفة ويحازيها اليوم رابغ ويحازي رابغ على رأي الكثير من العلماء جدة رأي الكثير من العلماء من المالكية جدة لأن تخطيط المدن لا يتحدد بحدود من هنا جدة بكل أجزائها وبكل أطرافها هي محاذية لرابغ فمن أحرم من جدة فقد أحرم من الميقات وليس عليه دم وليس عليه هدي وليس عليه شيء بعض الناس يقولون عندما تنزل في جدة يجب عليك أن تذهب إما إلى زاة عرق أو إلى قرن أو إلى زي الحليفة أو إلى رابغ فتحرم من هناك وهذا تكليف بما لم يكلف الله به العبد ولذلك يجوز للمسلم إذا نزل في جدة أن يحرم من جدة ويقصد البيت الحرام بالوجه الذي أراد إن كان مفردا أو قارن أو متمتعا أو قارنا وليس عليه في ذلك حرج وقد كتب الكثير من العلماء من متأخرين المالكية والمتقدمين حول هذه القضية كتبوا الكثير من البيانات من بين من كتب الشيخ مجدوب مدسر وهو واحد من علماء المالكية وواحد من أئمة الإسلام كتب كتابا في هذه القضية وهو مطبوع ومنشور وقد سلمنيه في حياته رحمه الله بنفسه وقرأته وأدلته منقولة من كلام أئمة المذهب المالكي فهي أدلة مقبولة هناك أيضا كتاب آخر صدر وفي خرائر قديمة تشير إلى محازاة جدة رابع كثير من حجاجنا في ناجيريا يتحدث إليهم كثير ممن فتنوا بالمذاهب المختلفة يقولون لهم إذا أحرمتم من جدة فإن حجكم غير كامل أو عليكم مثلا هدي أو عليكم دم فدية هذا كل كلام لا يطابق العلم ولم يبنى على أساس متين وقر المنازل وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نج كما أن يلملم وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن وأهل السودان يدخلون في أهل اليمن بخلاف الرأي المنتشر المشهور القديم وهو أن أهل السودان ميقاتهم مع أهل المغرب ومع أهل مصر والشام أما نحن في هذه البلاد فميقاتنا هو الجحفة كما هو مع وكل من بلده بين ميقات وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكة فإنه يحرم من منزله وليس عليه في هذا شيء وكل من جاء من طريق لا يمر بميقات من المواقيد وحاز ميقات من المواقيد أحرم من ذلك الميقات كذلك أولئك الذين يزورون المدينة ويقدمون زيارة المدينة على مكة فإن من الأفضل لهم أن يحرموا من آبار علي أو من زي الحليفة أما من أما المدينة قبل مكة وله ميقات موقت بعد زي الحليفة كالمغارب والشوام وكذا ممن ميقاتهم رابغ فلهم أن يحرموا من زي الحليفة ويدوذ لهم أن يؤخروا إحرامهم إلى رابغ أو إلى جدة وليس عليهم في هذا شيء ولو أننا نفضل لمن في المدينة أن يحرم من زي الحليفة إذا كان ذلك لا يتعبه بأن يريد مثلا التمتع أما إذا كان مفردا أو كان قارنا فإنه إذا خشي على نفسه من مخالفة من الوقوع في محرمات الإحرام فإنه يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى جدة أيها الأخوة الحج له فضل عظيم جاء في ابن خزيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وسياقه يختلف عن سياق البخاري ومسلم وما عهدناه في السنة سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا ما الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان قال له فإذا فعلت ذلك كنت مسلما قال نعم قال له صدقت محل الشاهد هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحج والعمرة في سياق والعمرة مع الحج وقد خل ذكر العمرة في الأحاديث الأخرى وإن كان القرآن قد جمع بينهما حين قال وآتم الحج والعمرة لله وفي حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما الإسلام قال الإسلام أن يسلم لله قلبك ويسلم المسلمون من لسانك ويدك قال فأي الإسلام أفضل قال الإيمان قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت لم يذكر القدر هنا ولكنه وارد فقال الرجل يا رسول الله فأي الإيمان أفضل قال الهجرة قال وما الهجرة قال أن تهجر السوء معنى الهجرة أن تهجر كل سيئ من الأقوال والأفعال والأحوال كل سيئ من الأمور تتركه هذه هي الهجرة بوجهها الكامل قال فأي الهجرة أفضل يا رسول الله قال الجهاد قال وما الجهاد يا رسول الله قال إذا لقيت الكفار أن تقاتله معنى إذا خرجت إلى الجهاد ولقيت العدو فلا تدبر ولا تفر بل تصبر وتصمد وتقاتل في سبيل الله حتى يمنى الله عليك تبارك وتعالى إما بالنصر وإما بالنصر مع الغنيمة وإما بالشهادة قال فأي الجهاد أفضل قال من عقر جواده وأهريق دمه أي أفضل الجهاد جهاد الشهداء الذين فقدوا دوابهم أو وسائل قتالهم وفقدوا أرواحهم في سبيل الله قال وعملان هما أفضل الأعمال كلها إلا من عمل بمثلهما حجة مبرورة وعمرة مبرورة حجة مبرورة وعمرة مبرورة وفي حديث ماعظ جاء فيه أن أفضل الأعمال كلها إيمان بالله وحده وجهاد في سبيل الله وحجة مبرورة وعمرة مبرورة وفي حديث آخر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قال وما بره قال إطعام الطعام وتطيب الكلام أو إطابة الكلام معنى هذا أن الحج يجب عليه أن يذهب إلى الحج وهو يملك زاده أكله وشرابه وأيضا يملك شيئا زائدا يتصدق منه إلى المحتاجين فبر الحج هو إطعام الطعام وإطابة الكلام مع إفشاء السلام كما جاء فيه حديث أخرى طيب فإذا كان الحج لا يملك شيئا يذهب ليتكفف الناس ويذهب ليقع فيه ما حرم الله عليه فإن الله لم يكلفه بهذا لأن لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الاستطاعة هي المقدرة الصحة والعافية وامتلاك الوسيلة وامتلاك الزاد وامتلاك القدرة على أداء أعمال الحج كاملة تامة من هنا يجب عليك أيها الحاج أن تعلم بأنه ليس الشأن أن تحج ولكن الشأن أن ترجع حاجا عند الله أن ترجع معتمرا عند الله ترجع بحج وعمرة بارتين والحج والعمرة إذا بر إذا أصبح بارتين أو برين عند الله تبارك وتعالى بقي أثره ما عليك في نفسك وفي رفقتك وفي متمعك الذي تعود إليه تعود محملا بالبشائر والأنوار أيها الإخوة يقول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جتال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزاج التقوى والتقون يا أولي للباب بارك الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الات الذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر أفر رحيم الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذات وصفات شهادة مبرات من الشرك والشرك والتأثيم وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله المنعوث بجميع المحامد والقلق العظيم المخصوص بكمان القرب والتقديم اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحاب أهل الرضا والتسليم أما بعد أيها الإقوة الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العزيز أن من المنافع والفوائد التي يشهدها الحاج أشياء كثيرة حيث قال يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهمة لنعان فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ومن تلك الفوائد والمنافع التي يشهدها الحاج تعظيم حرمات الله ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي ومن تعظيم حرمات الله أن تسعى بكل ما تستطيع إلى مظان الخير إلى مظان العبادة حال الطواف حال السعي حال بقائك في مكة كل ما قدرت أن تصل إلى مكان له نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى مكان بلغ كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف فيه أو قام فيه أو صلى فيه أو دع فيه وقدرت على فعل ذلك فإن تعظيم ما عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعظيم حرمات الله ومن شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فلا يمنع كما يقول الناس ومن أعظم تلك الحرمات ومن أعظم تلك الشعائر زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد الحج بعد أن اتممت الحج هناك تسمع أصوات ترتفع في الحرم بأبواق الميكروفونات تقول لك إذا حججت فلا عليك أن تذهب إلى المدينة زيارة المدينة أو زيارة قبر الرسول ليست من المناسك ليست من العبادات هكذا يقولون لأنهم من أهل الجفاء لأنهم من أهل الجفاء قدر أنت في نفسك لك حبيب أو قريب أو صديق زار قريتك أو بلدك فوصل كل الناس وترك أن يصل إليك فعلى ماذا تحمله تحمله على أنه عدو لك أو على الأقل أنه لا يحبك فكل من حج وأبى أن يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الأبات الجفات العصات وإن غالط أو أبى أن يقبل فكل من حج فعليه أن يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث من زارني من زار قبري وجبت له شفاعتي من زار قبري وجبت له شفاعتي والله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يقول ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قصة العتبي كلكم تعرفونها وقرأتمها رجل أعرابي جاء يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف بجوار قبل رسول الله يقول السلام عليك يا رسول الله لقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ها أنا قد جئت محملا بالكثير من الزنوب استغفرت الله وأدو الله أن تستغفر لي فليغفر يا الله ثم أنشد يا خير من دفنت بالقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أن تساكنه فيه العفاف وفيه الجد والكرم هكذا قال العتبي قال كنت فأخذتني سنة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي إلحق يا عتبي بالأعرابي فقل له إن الله قد غفر له هذه القصة ينكرها بعض إخواننا من علماء هذا الزمان ولكنها مذكورة حتى في كتب أولئك الذين ينكرون فابن كثير ذكرها في تفسيره وموفق الدين ذكرها في المغني وذكرت في كثير من كتب الحنابلة ولست أدري لماذا ينكرونها أينكرون كون رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا في قبره أو ينكرون ماذا ينكرون هذه القصة لأن فيها أن رسول الله يسمع ما يقال له وما يذكر عند قبره فحياة الأنبياء ألف فيها الإمام البيهقي كتاب سمه حياة الأنبياء والأنبياء أحيا في قبورهم وشهد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي في قبره والتقى بهم جميعا في بيت المقدس وصلى بهم إماما والتقى بأئمتهم في السماوات قصة الإسراء أوضحت ذلك وبينته فالمؤمن لا ينكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيث ما يصلي ويسلم عليه مسلم من قاف إلى قاف من مشرق الدنيا إلى مغربها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك أو يبلغ ذلك بملك مخصوص خصه الله به تبارك وتعالى أيها الإخوة الحجاج يجب عليهم أن يدركوا بأن لهم مكان عند الله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وأمرهم فأطاعوه الحجاج والعمار وفد الله إن أدعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم وفي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج ويكفي في هذا الباب دعاء الرسول للحجاج فقال اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج فكل حاج دعا فدعوته مجابة وكل حاج استغفر لنفسه غفر الله له وكل حاج استغفر لإخوانه المسلمين يتقبل الله تبارك وتعالى هذه الدعوة فيغفر لهم فالحاج يجب عليه أن لا ينسى نفسه ولا ينسى إخوانه ولا ينسى بلدانه وغير الحجاج عليهم أن يعمروا هذه الليالي العشر منزل حجة بكل عمل بار وبكل عمل خير عباد الله إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة المسبهة بقدسه وثلث بكم أيها البؤمنون من جن وإنس فقال جل من قائل عليما إن الله ملائكته يصلون على نبيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الحوض المورود المقام في المقام المحمود وعلى أهله زل الفضل الجلي وأصحاب زل القدر العلي أبي بكر وعمر عثمان علي وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى من الدين وعنا معهم برحمتك ورحمة الرحمن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وبدت شمل المحرفين والمبدلين من طوائف المبتدعات أجمعين اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاءا سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أمنا في دورنا واصلح ولات أمرنا واجعل اللهم ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا رحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نور على أهل القبر قبرهم واغفر للاحياء ويسر لهم أمرهم اللهم تبع على التائبين مغفر ذنوب المذنبين واقضي الدين عن المدين وشمرض المسلمين واقضي الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداة لنا ولسائر المسلمين في برك وبحرك أجمعين اللهم ادفع عدوان الأعداء عن أمة محمد في كل مكان اللهم انصر المسلمين على أعدائهم في كل مكان اللهم لا تسلط أعدائك على عبادك وأحبابك من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رد كيدهم في نحرهم اللهم رد كيدهم في نحرهم اللهم قلب لهم الأمور اللهم دمرهم تدميرا اللهم ادفعنا البلا والوبا والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء المئفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عمة يا رب العالمين ربناتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن في عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة ترجمة نانسي قنقر